منتخب شباب العراق يتعادل مع سوريا بهدف منتخب شباب العراق كان متقدم على سوريا بهدف عبد الكريم من الشوط الأول لكن في آخر دقيقة من المباراة سجل هدف التعادل لمنتخب السوري في الوقت البدا الضائع من ضربة رأسية للأسف بقد تقريبا 35 ثانية وتنتهي المباراة ما قدرنا نحافظ على الفوز في هذا التعادل منتخب شباب العراق سوف يواجه إيران في الدورة المقبل متأهل كثان للمجموعة شون راح ندبره يا إيران أو يا أستراليا على هذا اللعب يمكن حتى عشر يحطون بنا كيف شاهدتم أداء المنتخب العراق اليوم في مباراة سوريا وكم تقيمون أداء المنتخب العراق من عشر مع عماد محمد تشكيلة منتخب شباب العراق لمواجهة سوريا المهاجم مصطفى قابيل الجناح الأيسر علي جاسم الجناح الأيمن عبدالقادر أيوب الوسط حيدر عبدالكريم وعلي صادق عبدالرزاق قاسم الظهير الأيمن سجاد فاضل المدافعين كاظمر عدو آدم طالب الظهير الأيسر سجاد مهدي الحارس حسين علي بقيادة عماد محمد رسميا راضيش نيشلي استدعي اللاعب العراقي المحترف علي الموسوي إلى صفوف المنتخب الأولمبي علي الموسوي المحترف ناديكم بن هانقين الدنماركي شنرأيكم باستدعاء اللاعب علي الموسوي راضيش نيشلي استدعي أكبر عدد من المحترفين قبل مواجهة الدب الروسي لاعب وسط منتخبنا العراقي زيدان قبال قدم أعداء عانمي ضد تشيلسي الإنجليزي وساهم بالهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد زيدان إقبال يمتلك الجوازي العراقي وبالتالي يحق له دخول الأراضي الروسية وسوف يتواجد في المباراة الودية في حال تم توجيه الدعوة له من قبل المدرب كاساس راضيش نيشلي يرفض استدعاء زيد تحسين وعلي الحمادي وليسندر وراهومير خاسزاوسكو وزيدان إقبال قال راضيش نيشلي هؤلاء اللاعبين صحيح أعمارهم مقبولة للعب مع لولنبي لكن نحن نريد لاعبين غير موجودين على طاولة المنتخب العراقي بجميع فئاته لتكاثر لاعبين جيدين حتى نسهل الوضع إلى خيسوسكاساس وقال راضيش نيشلي اللاعب هو الذي يكشف نفسه للمدرب وليس المدرب يكتشفه عقلية راضيش نيشلي تختلف عن عقلية حكيم شاكر عندما قال حكيم شاكر يوجد اثنين من اللاعبين الذين حققوا كأس الخليج من اكتشافي يونس محمود يقول الإعلام حارب صفاء هادي وهمام طارق وعلي عدنان يعني اذا كان مستواهم جيد ليش يحاربهم شافوهم بعد ما يعدون مستواهم من خفض وبيش حال لازم يتركون مجال غيرهم رسميا يونس محمود يعود كمشرف للمنتخب الوطني عضو المكتب الإعلامي للاتحاد كرار محمد يقول بشكل رسمي الكابتن يونس محمود عاد للإشراف على المنتخب الوطني هلأ انتم مع عودة يونس عملاك تبون ناراكم أحدى الظهور للمدافع العراقي علي عدنان حيث كانت له تدريبات فردية حتى يكون بهذا الوزن من أجل عودة لصفوف منتخبنا الوطني العراقي أنتم كجماهير برأيكم هل يستحق علي عدنان أرجوع للمنتخب العراقي أم لا اكتبونا ناراكم نشأ التكرم يقول لا مثل صفاء هادي لا يستحق الإبعاد عن صفوف المنتخب الوطني كذا الحال حصل مع بشار رسن الذي قدم مستويات كبيرة في إيران وحاليا في قطر آنك وجهة نظري بشار رسن يستحق يعود للمنتخب لقدم أداء ممتاز في قطر أما حاليا صفاء لا يخذ المنتخب عدنا بدال لاعبين زينين حسن عبد الكريم قوقية يقود نادي الزورال للدور 16 من بطولة كأس العراق بعد تسجيله الهدف الوحيب لمارمازاخو توقيتات مباراة القوة الجوية والشواب السعودي في كأس الملك سلمان للأندية العربية مباراة الذهاب 13 مارس آذار البصرة القوة الجوية والشباب مباراة الياب 16 أبرل نيسان الرياضة الشباب والقوة الجوية إذا القوة الجوية فازت على الشباب السعودي راح تتأهل إلى مجموعة الناصر السعودي يعني ممكن أن نشاهد كريستيانو رونالدو بالعراق يعني تخيل وجي كريستيانو رونالدو للعراق احتمال يراد أن ملعب 150 ألف متفرج أندية الدرجة الأولى تقصي أندية الممتاز من كأس العراق أمانة بغداد تتغلب على النجف بركلات الترجيح والمصافية تأهل على حساب النفط ونفط ميسان 2 ونوروز 1 نفط البصرة 1 وإفك صفر الشرقات 2 وغاز الشمال 1 استراليا خصم منتخبنا المتوقع في الدورة وربع النهائي من كأس آسيا للشباب يتغلب على قطر بـ 9 أهداف لهدف أحمد الراوي لعب منتخب قطر للشباب شقيق بسام الراوي في تصريح لجريدة الرأي يقول أتمنى من الله مواجهة المنتخب العراقي في بطولة كأس آسيا لشباب وبمشاركة أحمد الراوي شقيق بسام الراوي قطر تتلقى خسارة كبيرة أمام أستراليا بـ 9 أهداف مقابل هدف شون يتحدى العراق بلاع 9 من أستراليا سلم لي 9 أهدافه ويتره عضو إدارتنا للزوراء أسعد لازم إلى جماهير الزوراء يقول قابل بس إحنا نريد النافس على لقب الدوري ولا ندي الباقية انتظى عندك لاعبين زينين ليش ما تنافس عضو المكتب الإعلام السابق لاتحاد للكرة جمعة الثامر يقول عدنان درجاء لا يملك كاريزما القيادة ويخلق أعداء نفسه يعني ش ترجو من عدنان درجاء المكافعة؟ اليوم في إياب الدوري 16 من دوري أبطال أوروبا تشيلسي في مهم ما صعبه أمام دورة موند العنيد ومن فيك البرتغالي يستغيف كتوب بروج البلجيكي في مباراة حسمة فيها التأهل بنسبة كبيرة من مباراة الذهاب